حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو بوتيريش على التقاط صورة تذكرية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ شهادات تقدير تكريما لهم على دورهم الفاعل في نجاح المؤتمر وتطوع قرابة ألفين شاب شاركوا في تنظيم مؤتمر المناخ قاب 27 الذي استضفته مصر في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وقوامهم الأساسية من الشباب المصرية من أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وشباب الجامعات والشباب المتطوع من مختلف الوزرات بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر كما تعاون أيضا عدد من منظم المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء